أكد سعادة الدكتور عبد الطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وما تم اليوم من توقيع لمذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يمكن ويسهم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والهادفة للدفع بعملية السلام نحو أفاق أكثر إيجابية وذلك بدءا بحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفقا لقرارات الشرعية الدولية مؤكدا أن تحقيق السلام سينعكس على تحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في الاستقرار والسلام والبناء والنماء جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير الخارجية اليوم سعادة السيد مئير بن شبات مستشار الأمن القومي في دولة إسرائيل بمناسبة زيارة الوفد الإسرائيلي لمملكة البحرين حيث رحب سعادته بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي مشيدا بهمية زيارة الوفد الإسرائيلي للمملكة وما نتج عن هذه الزيارة من نتائج إيجابية تدفع نحو بناء علاقات أكثر بين البلدين منوها باهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق التطلعات المشتركة وينعكس إيجابا على مستقبل عملية السلام في المنطقة ويعزز من استقرارها من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ماير بشبات أن نجاح هذه الزيارة سينعكس بالإيجاب على مستقبل العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل من حيث استمرار التنسيق المشترك بينهما والمساهمة في تعزيز عملية السلام في المنطقة بما يخدم تطلعات دولها وشعوبها نحو التقدم والازدهار منوها برؤية مملكة البحرين للسلام في شرق الأوسط وحرصها على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة